مسرحية وعيتي عمل بحاكي واقع المواطن اللبناني اللي بيشعر بثقل نفسي فضيع بسبب الظروف المعيشية واللي صار مصدق حاله انه هو المزنب باللي وصل عليه من أزمات قاتلة المسرحية من كتابة وإخراج وإنتاج زياد مجار أهلا فيك مرحبا سجور شلي شجعك كتنتج مسرحية بهالظروف؟ عدت عوامل أول شي نقص الأعمال اللي بتخاطب المجتمع اللبناني نعم جيل ومسرحية بظرفة وبوقتة زائد أنه في تشجيع حسات من قبل العالم مش تاقل المسرح وعما بالها تنزل تعترفة حسات هالشي شجعني كمان ليش سميت أو عيتي؟ وعيتي سميت أو عيتي لأنه في كذا روح بتوعى بهالمسرحية بتوعى من النوم أولاً وبعدين بتوعى إنسانيتها إنسانيتها تجاه نفسها حتى ما بقى الإنسان يحس حاله عطول مأثر أو عطول على الميلة الفاضية من الكباية لمن أنت موجه هالسؤال؟ لكل روح كل روح بتوعى الصبح وبتسأل حاله وعيتي أو وعيتي وشو العساس اللي حييجي من بعدها السؤال؟ هل وعيتي مبسوطة؟ لا تبلش نقار جديد؟ تتمع تفاقل أو وعي مش طايقة حالك؟ وكارها الساعة اللي خلقت فيها وهيدي بتعمل فرق كبير بحياة الإنسان شو أخدت من الواقع المعيوش يعني كثوصاً ع السعير الشخصي أنت كمواطن لبناني؟ نحن اليوم ببلد تدمر عدة مرات وولا مرة رجعت عمر عالآخر فكل مرة عم بتصير أسوأ وأسوأ في عندك الجيل اللي قبلنا الحرب الأهلية خربت له حياته الجيل اللي بعده الاغتيالات كمان وقفت بدربت إنه يقدري يعمل مستقبله اليوم عندك الأوضاع اللي عم بتصير عندك انفجار بيروت الجيل اللي هلأ عم كمان وقف له حياته دايماً لبنان لسوق الحز محضر لك مفجأات حتى يعيك كل حياة أي لبناني فاليوم اللي عم نجرب نقوله للعالم إنه هيدا بلدنا ما فينا نغيره مش مطلوب مننا نغيره ومطلوب مننا بس إنه بس نضل نتكيف نضل نتكيف أو بالأخ بالنهية كل واحد ما بقى تفكروا إنه تركزوا على البلد البلد مش بييدنا نحنا ما قادرين نعمول شي نحنا اللي بييدنا هو حياتنا مصيرنا فإذا بدك تضلك زعلين على البلد شو عم بقدملك رح تضلك زعلين كل حياتك فحتى يا عجانة بوتكل عقلة فيها وإنت شو شو فيك تعمل بحياتك شو فيك تعمل شو فيك تتطور شو فيك تعمل لحالك صح مية بالمية بس بالوقت زيته ما فينا نوعة بهايدا اللي بدنا نوعة عليه بدنا نوعة وإذا نضلنا عم نلوم دولتنا وعم نلوم إنه بلدنا مش سمح لنا وقالك إنت عملت الكوارث بس البلد ما خليني لأ أنت غلطان روح ترجينها شو فيك تعمل بالظروف اللي أنت فيها هلأ قادر تعمل شو هون البطولة والعصامية صح صح والناء ما بيجيب شي موضوع المسرحية يعني وطني تاريخي إذا بدك تسميه إنساني أكتر أكتر إنساني يعني ممكن تتكيف بشكل بسيط وتتركب بأي مجتمع ملنا بس لهالمجتمع بس هلأ ظابطة هون كتير هل تنولتوا بطريقة سخرة مضحكة لأ بطريقة تعالكلام أم على طراز المضحك المبكي هو المضحك المبكي الضبط دك هو المبكي أكتر ما هو مضحك بس هو الفكري يعني الواحد يكون عم بيحلل شو اللي عم بيشوفه قدامه فعنا بشجع أي مشاهد يجي يحضرها ويحللها مش بس يحضرها ويفل إنه هو إجا تسلى خمسين دقيقة من المسرح لأ غير إنه تسلى غير إنه شايف قدامه إبداعه وتمثيله وأحاسيس عم جياشي متل ما بيقوله بس في مجال كتير كبير للتفسير المسرحية كل مشاهد ممكن يفسره على زوءه وممكن ينقش معي أنا الحلو إنه بعد كل عرض بعمل نقاش مع الجمهور آه بتدلك بتدلك على المسرح وتفتح باب للنقاش صح أول شي بيستأذن دقيقة للي بيحبي يمشي يمشي ما في أي حرج الناس ممكن يكون عنده معيد ما بعد المسرحية سواللي بيحب يضل بغيب أنا دقيقة وبررة بقعد على المسرح ومن نقشها وبيخد أسئلة ومرات النقاش عم بيكون بعد أجمل من العرض يعني خمسين ديئة عرض خمسين ديئة نقاش هذا المسرح الانتلكتريال الثقافي الثقافي بس هادف وكتير بيخدم كبان طلاب الجامعة يعني بيدعيهم ويروح يشوفو ضروري وهي لكل العمار يعني اللي عمره 18-19-20 واللي عمره 80-90 بيجي بيمبسط بتفشله خلق بطرح نعم هي كلمة تفشت خلق أثبت أثبت شي هيك لأنه قداش بنحنا بحاجة اللبناني بيلوم نفسه دايماً على اللي عم بيسير هيك بيعتبر حال وهو المزني هيك عوادوه هيك عوادوه صح وهو دايماً بيقول هيك أو بيقولوله هايدي نتيجة انتخاباتك انت اخترته انت اللي انتخبته هؤل الناس هن ذاته وهي كذبة كبيرة وليش هؤل الناس اللي انتخبنوه هن ذاته هؤل الناس اللي عم بيتغيرو كمان ما عم نفهم يعني وهي كذبة كبيرة ولو مين منتخبنا النتيجة عم ندور دوامة دايمة بس مش هايدي المشكلة لو مين منتخبنا هي زيت النتيجة شو بي رأيك المشكلة المشكلة مش من عنا المشكلة انو البلد مش بيدنا اكزاكلي نحنا عايشين بمسرحية كبيرة حتى حتى زعامينا عايشين بها المسرحية كله جاي من دوامة هادا اللي عم تحاول تقلو ياه للمشاهد تقريبا لا انا ما عم بتطرق لسياسي انا عم بلو للمشاهد غد النظر ما بقى تتأثر عم بتعلموا تكنيك يعرف يعيش قلنا سنين الاجيال عم تتدمر من ورا سياسة دولتها خلاص ما بقى تطلع بسياسة دولتك تطلع بحالك انتش وقدرت انجز بغذر وانجزوا حياتك سبعين ثمانين تسعين سنة اصلا كل الخدمات الاجتماعية هلأ مبنية على مبادارات فردية صحيح ما حدا عم بيمتر من الدولة ش مظبط مظبط ويمكن الدولة مش مقصرة ويعطيهم ألف عافية كلهم وانا بحبهم كلهم وما بكره حدا بس شو بدي فيهم بدي شوف حالي انا شو ادر حالي شو هدفك من مساحية ترفع معنويات المواطن؟ عندي كتير اهدف منهم شخصية ومنهم للمجتمع اللي حواليه اكيد لكل شخص عندي هدف مختلف للكبير عزيه لالصغير اعطيه امل للي حط حالي بالسوق يعني فيها كتير اهدف فينا نقول انه عم تعرض قصص نيجاتف لتشجع على البوزيتف مية مية عم بفرج عم بعرض اشياء نيجاتف لحتى دل انه كيف كان فيها تكون بوزيتف خلينا نشوف هيك لقطة صغيرة وايدي من من لكن ايوه مهصو ما أهنه منا هم أكرة مهنه مهنه شفنا عدة لقطات لها شخصية واحد شخصيتين من أصلها عديد شخصيات موجودة بالمسرحية هذا تيزر ما بيعطي كتير فكرة عن المسرحية شخصيتين بس أصدي أنه هو أنت هذا عرض فردي لواحدك أدي صعبة هالتكنيك هي صعبة كتير هي الأساس لواحد يثبت حاله كممثل و كمخرج و ككاتب لأنه أنا عامل ثلاثة وحبيت أنه أول عمل لإلي قبل ما أتفرغ لقصص إن كانت إعادات للوالد إن كانت حتى مسرح كوميدي لإلي قبل ما فوض بقول حبيت أثبت حاله بهالكاتيجوري الأصعب كممثل كممثل و ككاتب و كمخرج وأكيد بلا دعم رندة فرح و لابتيفتي وبلا دعم سولانش ترك و مسرح ديستريك سيفن ما كنت قد تعمل شي من هيدا كله وبلا دعم تلميزة كمان عفوا تلميزة جمعة الكفاءات هن اللي خلوا هالعمل يصير نعم منشوف في عندك ميك أب يعني بالشخصيات عندك تياب كيف تلحق تعمل هالفصل ما بين الشخصية والشخصية هيدا الحلو في مفاجأة كبيرة للأودينس إنه أنا بنتيل من شخصية لشخصية بلا ما أترك المسرح أنا وعلى المسرح بتحول من هالمرأة أنت وصيرسان أنا وصيرسان بلا ما غيب المسرح بتحول من المرأة بالشكل بالنفسية فجأة بكون مرأة تمانينية بتحول لنحات من البقاع غير شخصية كلية غير فئة عمرية غير جنس وهي دي كلها بتصير قدامهم بلا ما يعرفوا كيف صارت هيدا إخراجيا هيك تطلب منك وقت لتخترع أفكار تقدر تعمل هالفصل السريع هيدا الأفانتاج لما يكون واحد عم بيكتب ويخرج بزيت الوقت وأنت عم تكتب عم تحسب حساب وين راح تخبه هالسر لتقدر تعمل هالشي اللي بيخلق هالدهشي الإضافية وين اختر لك الموسيقى أنا كل شي أنا آه كمان أنت اخترت الموسيقى وهيدا الموسيقى اخترتها كلها لفنان واحد حبيت عمل الساونتراك وكأنه جبت شخص واشتغل الساونتراك ثم ما بندقت بخيارات الموسيقى كل الموسيقى لفنان واحد هي شوي غريبة غريبة لأنه تتفق مع جو المسرحية المسرحية شوي غريبة كمان العواطف اللي عم تطلع على المسرح معنا عواطف بتشوفك اليوم بالإضاءة هل اتكلت على الظلمة يعني عادة المسرح السولو هو بيبقى طاغي أكتر من الإضاءة لا اشتغلت على الرياليسم بالإضاءة وما كنت لحالي كم بقدم بوجهة حي لفير السخن كمان او شيركني بالفجن طبع الإضاءة اشتغلنا على الرياليسم باستثناء كم لحظة هيك عايزي تستير بالإضاءة بس الإضاءة ما فيها فلسفة جميلية بذات الوقت من دون أي فلسفة أكتريت الوقت طبيعية ومحلات معينة لما بدنا تسطر عشي بتسطر على الأد وترجع بتكلم ولأنه ما بيكون في ديكار لما بيكون في سولو لا في ديكار نحنا عاملين ديكار بس ديكار مينيماليس شانك الدوء أنا بنظري بيكونوا مسلط عليك لا مش هيدا النوع نحنا يعني مش أنا على باكراوند أسود عم بيشتخل لا في ديكار أوضاءة في إليمونات كتير بالمسرحية نعم الدب الشطارة هون إنك تقدر تخلي المشاهد مشدود لأدائك لوحدك ما في حدا غيرك يتطلع عليه تريح حالك إذا نسيت عبارة حدا يكون أخذ عنك يعني ما نهيلي صح ما في مجال للغلط بهيدا النوع الغلط بيخسرك الجمهور ضغري لأنه أنت بتبقى كامشو كمشلو أحاسيسو إذا بتزق أو بتضيع أو بترفلة منك الشخصية يمكن تخسر المشاهد لكل باقية العمل ثم يروح البيئة كله داعان ثم نعم إنها جميلة والحمد الله نحنا أدى نشكر الله بمنوع الغلط بمنوع الغلط تماما أبدا أبدا من وين جبت هالسقة بنفسك أستاذ زياد يعني هل الاختبارات اللي عملتن مع الدراما اللي اشتغلن الوالد الله يرحمه هيدا قويك قويك كوني ربيت تحت إيده وتحت جناحه هيدا قوتني كثير بس أنا كمان كثير تعبت حالي أنا قريت تتبعت حضرت سمعت يعني طورت نفسك طورت نفسي ولما حبيت الموسيقى ما سمعت ألبوم ألبونين أو جنر جنرين كونت سقة في مسيقية كاملة أنا بلعب كذا إلي كمان هيدول مش وجود عبت لعب موسيقى أنا أساسي بيانيست بس بلعب بيتار بلعب فلوت بلعب درامز يعني حبيت الموسيقى عمقت حالي فيها حبيت الكتابة ما تركت مدرسة كتابة ما عمقت حالي فيها حبيت الإخراج كمان مكتفات باللي تعلمتوا بالجامعة في التب كذا سمينار في التب كذا تحليل التمثيل تحديدا أخذ من وقت حتى وقت الأعداد كنت عم بسألك قلت لي أنه حتى كمان أعدت مع الوالد اللي يطول بعمرك لحتى تتعلم منه كل تفاصيل الكتابة صح لأنه تكنيقته هو شامل أنا كنت معجب كبير بتكنيقته لأنه بغض النظر إذا الواحد بيعجب أو ما بيعجب بالشي اللي كاتبه أستاذ مروان بس ما فيك ما تقول إنه هذا الشي صح وبيكتب حلو يعني بينمي على الآفية صح لأ هو الستيل أنا ما عم بيحكي هون عن ستيل عم بيحكي عن جميع بغض النظر إذا الشي حلو أو بشع مكتوب صح فهيدا اللي أنا كنت دايما أعجب فيه وطلبت منه خدمة قلت له بتعلمني هالشي وقت كتير مبسط بها الطلب وعدنا على كذا سيانس علمني طريقته اليوم يمكنها أحلى ورتي أنا وردت منه هي طريقته بالكتابة وأنا عم بعطيها لتلميزة اليوم بالجامعة حلو كتير هيدا مش أول عمل مسرحي من إنتاج مبلا من تمثيل يعني شاغل تمثيل مسرح قبل من جديد بديسمبر بنوفمبر 2023 اشتغلت مسرحي مع المخرج لوسيان بورجيلي اللي بقدم له تحية كبيرة أولا ع ساقته لوسيان إستيز لوسيان إستيز بالأيوبية بيعمل دورات بيعمل دورات وهو كان إله الفضل الأكبر بأنه رجع زكرني إدي أنا بحب هالمهنة وغير هيكي طريقته بالإخراج لما اشتغلت ماما مسرحية عدو الشعب إديش بينطر إدي هالمسر رح يعطيه قبل ما يحط الانبوت تبهو سوى عنده ساقة وفكره ثورجي وفكره ثورجي أكيد ومن هون خياره للمسرحية اللي نعملت بوقتها نعم هيك إذا بدك تعطيني بريفنج عن انتباع الجمهور إديش بيأثر فيك لما بيكونوا عم بيتفاعلوا معك على المسرح كتير الجمهور هو اللي بيقرر كيف رح يكون انرجي العرض يعني مرات حتى بتفرق مدة المسرحية حسب التفاعل الجمهور وأنا بهالنوع المسيلي كتير بيشوف الجمهور قدامه لأنه تقريبا أكتري تلوقت عم بيخاطبهم فإذا بطلع بتلاقي واحد على التليفون وبطلع بتلاقي واحد تاني عم بيهز أجروا مثلا ونطرك تخلص بتفرق عندك تصير تعطيع أكتر بتصير لأ بالعكس بالعكس بيصيروا يشدو كنزول بتصير إنه دايما مثلا في بعض العروض مثل هلا دايما الحمدلله نحن ما عم نتعرض لهالإشي ها من الجمهور هيدا النوع المسرح وأنا كمان توفقت بها المسرحية إنه عم بيكمشون من أول ما تبلش بيصيروا كلهم هيك وعم بتطلع فيهم وعم بمبسط قديش هيك حتى عم بسمع بعض التناهودات هيك ومحل مشدودين مشدودين وفي محل بتريحهم بتحسهم إرتاحهم المحل بتعصبهم بتحسهم عصبهم أول ما تطلع على الخشبة كيف تتسيطر على التراك تبعك أنا أول شي بكون على الخشبة قبل ما يفوتوا المسرحية هيدا شغلة مهضومة المسرحية بيفوتوا هني وعم بيقعدوا أنا نيم قدامهم عالتخط آه والله أنا موجودوا عم بشانخر من أني وعم بيقعدوا يعني فهيدا الشغلة عم تكون لذيز مه جديدة من نوعه لأنه ما في ريدو مسرح صغير موجود بإني عم بيقعدوا أنا في مرة خطيرة عم بتشانخر بتاخد ففي شربة سيعة هالمار لبينما قعدوا وارتاحوا وحطوا شانتهم وأنا أرادي بلاشت مسل مريح بس أرادي عم مسل أرادي عم بحلم كويبيس عم بشانخر عم بصير معي شي على المسرح من قبل ما تبلش المسرح حالو بتعلم بالجامعة تلميذك أية مواد أنا بعلم هو يكور يكور إخراج بس بيتضمنه تمثيل وبيتضمنه كتابي حالو لأنه كله هيدا تحت مزالة الإخراج بعلمت الميذة تانية وتالت سنة بالكفاءات بلشت من الألفين وعشرة مع الكفاءات بس غبت فترة ورجعت هلأ لأربع سنين اللهي قوي تانكيو هل تعتبر حالك أخدت أسلوب الوالد بالمسرح ولا لا عملت شخصية لألك خاصة الأسلوب لا أخدت التكنيك أخدت التكنيك أخدت الشغف أخدت حب الكمال إنه ما منحب عملنا يكون نقصه ولا برغي وأخدت منه كمان التحسين يعني وخصوصي بالمسرح أنا بنسبلها إليك كل عرض أحلى من اللي قبله وكل أسبوع أحلى من اللي قبله وأحلى عرض وآخر عرض لأنه المسل دايماً عم بيتعلم دايماً عم بيأخد من الناس فدايماً عم بيحل يعملوا هو أخدتهم منه حالو ما في شك إنه اللي بيجيب جمهور أكبر هلأ حالياً مسرح الشانسونية ما بعرف لي بيحبوا يسمعوا نكات بيحبوا يسمعوا كلام برات الطريق طبعاً طبعاً غير كاتيجوري ما بدي أسألك شو رأيك فيو هن عندن أسلوبهم صح هدف كاتيجوري بدون رسالة شو قالوا معنا هلأ اليوم نحنا أنا بحي أي إنسان عم بيجر بيدحك العالم لأنه اليوم العالم عايزي الدحك وما أنا قصة إلا الدحك فكل واحد عم بجر بيدحك العالم أنا بيشكره من قلبي بس لما يجوا يستعملوا الكلمات الزفرة وبالزنار والنازل والإهنات لأيكونات كبيرة بحياة الإنسان بس بهدف الدحك السخيفة أنا بقول له عم بتوطي من مستوى العالم لبل عم بتهين زكاهم تنمر يعني تنمر موجود كثير بهيك مسال صح صح فأنا اليوم بهمني نتضحك العالم العالم بدت تضحك أنا بدي أضحك عم نبكي كفاية بحياتنا اليومية صحيح على القليلة بس نقصد المسرح أو الشانسونية أو وين ما نروح اليوم يكون في شيء يدحكنا يرفع لنا مورالنا لأن إحنا عايزين هشي بس من دون قلة احترام لزكاء الإنسان خصوصاً اللبناني خصوصاً اللبنان فهالنكة البزنار وبالنازل لو بيكون إلى هدف مش مستوانة مش مستوانة مش مستوانة حرامه كتير زلدي حتى إذا بدك البرامج الترندي عالتلافيزيو هي اللي بتتكل عن نكة البزيئة لسوق الحز لسوق الحز إنه عابو على المحطة إذا العالم مبسوطة أنا بحيي هاشي إذا العالم بيهمني العالم تكون مبسوطة ما بيع تقيد العالم شو بتقدم لهم يعني أنت السبب صح مش هني شو مبسوطة في مقولي كانت بلبنان إنه شوف العالم شو بده مش مزبوط أنت كيب بتعود العالم بيطلع لما كان في عنا عصر النهضة بأوروبا بالموسيقى بيت هوفن وباخ وكان لهلأ لهلأ بس تسمعهم بتحس حالك بغير عالم من الرقي ثقافة حلوة ثقافة بتحقت خصوصاً الموسيقية شو بدك تترك وراك انت شو بتترك إرث وراك بس هيدا بس هيدا أي أرث عم نترك مين رح يسمعون هول بعدين يعني ما قاله موجود إن شاء الله تكون موجهة وعبرة لأنه ليك عايزين العالم بدون يتحكوا لو شو ما تعطيون هلأ وأنا بشجع قد حكوا ما عليش لأنه كثير بيبكي أنت كثير بوزيتيف عفكرة بجرّبون عطول بوزيتيف وكل آخر سؤال بس لن أعرفوا منك المشاهدين عمتين كم بلش دجال عرض وعمتين بينتهي بلبنان وإذا رح تنقل عشي دولة عربية هلأ كتير ضايع عطسي مش هيرف نحن بلشنا لو ديزويد جانفير وآخر عرض إلي هلأ لو كاتر فيفرية بعد عنا أربع عروض على الأد يعني عنا خميس جمع سبت أحد لجين ورح نوقف هلأ 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 ما بعرف إذا هي بريك أو إذا هي وقفة نهائية أو إذا حسافر فيها كلها هدي مشاريع هلأ عم بيشتغل عليها أنا بالنسبة لها إلي ما أخذتحقها المسرحية لأن المسرح صغير ولو العبنا تلاتجماع عدد اللي حضروننا ما بيتعدوا لأربعمائة شخص فإذا ما أخذتحقها وأنا عملها لأنه بد لبنان كله يحضر فإذا رح أسعى على أني وصلها لكل العالم بس ما فينا إجبرون فيها إذا حابين يجوا حيجوا إذا مش حابين ممكن تمدد بلبنان بغير بناطق ضروري مدد بلبنان بس مش ضغري رح أخذ بريك صغير طبعا أنت كمان لأن لوحدك تتعب لأنه متعب كمان وآيا ما فينا العبار ترمي تلاتجماعة فارتسحبة بس أنا منايق أنه يحضروا أكتر ناس مكتفت نتمنى لك كل التوفيق سيزياد مجات لأن لألك كانت حقيقة فقرة ممتعة خليليك نحن نروح بريك ونرجع من المواصل